انطلقت اليوم بالقاهرة شغل الدورة العادية 57 بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة الذي ترأس الوفد الجزائري المشارك في الدورة ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة التي ستعرف انتقال رئاسة المجلس من دولة الكويت إلى الجمهورية اللبنانية عدة مواضيع هامة تتعلق بالتحذير للقمة العربية المقبلة بالجزائر وكذا مستجدات الأوضاع على السحتين الإقليمية والدولية إلى جانب مسائل إدارية أخرى على غرار تعيين الأمناء العامين المساعدين بالأمنة العامة لجامعة الدول العربية وبخصوص أوكرانيا قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري تشكيل مجموعة اتصال عربية على المستوى الوزاري من كل من الجزائر، السودان، العراق، ومصر والأمنة العامة الجامعة وذلك لتولي متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بهدف المساهمة في إيجاد حل ديبلوماسي للأزمة ترجمة نانسي قنقر